القرار ده إزاي حركة بترى وفكرة أن الطلبة أمامهم فرص كان المجاميع عالية فالتنسي كان عالي المجاميع نزلت فبالتالي نزل دلوقتي الطب ممكن أدخل كل الطب بشري وأنا حاصر على 80% فشايف حركة الفرصة دي إزاي والجامعات الخاصة بزي 85% الطب بشري في الجامعات الخاصة بعدين نزلت للأهلية والسلمان مصبوط سلمان 80% طب بشري أهلية 82% طب بشري خاصة 85% وأنا شرفت أنه كنت في اللجنة النهاردة مع السيد الوزير وإحنا بنزل الكلام طيب الغرب ده عظيم حرجة قلتين حرجة كنت عضو اللجنة عايز أقول حرجة حاجة هو طبعا كل ده كان مبني على الأعداد المتاحة النكحين من السنوية العامة وحتى مثلا إحنا مخليين للدور التاني لأن فيه ناس هتمتحن دور تاني فلهم بعض الأماكن مخليينها عشان يقدر يقبلهم فرصة لهم يخشوا فهي حرك المشكلة في السنة دي أن نتيجة السنوية العامة ما كانتش زي السنين العشرين وثلاثين سنة اللي فاتوا حقيقة كان الناس بتاخد مية ومية وخمسة ومية رجعت لزمان رجعت للتنمارينات والأورى التسعينات يعني واخد مالحاك اللي كان بياخد 80% زمان ده زي المية دلوقتي طبعا ويخش لو عايزه طبعا ففي ضوء الكلام ده افترت التنسيق الحكومي عارتك قال وهما الناس كتخايفة قوي أن اللي جايب مثلا 80% ده مش هيروح حتى مش هلاقي حاجة هو مش عارف أنه هو ده كان الحد يعني الـ 80 دي اللي هي اخد حاجة و90 سنة فات مظبوط فيمكن دي كتشوك للولاد شوية بس هديو لما المرحلة الأولى طلعت والتانية هي شغالة وإحنا برضو طرينا في أن احنا نراجع الكلام ده مع المجمعية التكرارية في السنوية العامة ودهار ده بقينا نشوف القدرة الاستعابية للكليات ايه والجامعات المختلفة ونزلنا على ضوء هذا الكلام فتاح ادي فرصة للطلبة وحيعيدوا رغباتهم تاني وتمدل غاية يوم السبت التنسيق قد ساعة 5 ومس السبت عشان اللي عايز يغير رغباته في جوء المجمعية الجديدة يقدر يبقى مرتاح سواء كان فيه أهلية أو فيه خاصة أظن كده الناس قدامها تتطمن على ولادها اللي قدامهم كل الفرص حكومة خاصة أهلية والتانسية نزل نهدى بقى صح كده؟ اه لا خلاص ان شاء الله الحمد لله طب دكتور بوسينة نصيحة أخيرة في دقيقة لو تكرمتي تنصح ايه أولياء الأمور دلوقتي وهم أولادهم بيرتبوا الرغبات بالنسبة لمرحلة الثالثة أو هيبدأوا ان شاء الله في المرحلة الثالثة وكمان اللي عايز ينقل في الأولى والتانية فيه ناس بتفكر تنقل بقى من كلية لكلية تنصح الناس بايه ومين اللي يختار وليجي الأمر ولا تطالب سؤال كل سنة الحقيقة يعني أنا عايزة أقول لك عايزة أقول لك الأمور لو سمحتوا سيبوا بلادكوا يختار الكليات اللي هم عادت علشان هي دي اللي هيبقى الحافز اللي عندهم اللي يخليهم ينجزوا فيه لكلية دي طبعا بعيدا عن أمالك وأحلامك وطموحاتك خلوا للولاد أحلامهم وأمالهم وطموحاتهم ترجمة نانسي قنقر